السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي جاء لكم بالفصل الجديد من رواية شموع الأمل وهو الفصل السادس وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك اللي اشتراك وتفعر زل الكل علشان يوصل لكم كل جديد ويرهبين نشوف الفصل بتاعنا النهار ده بيقولي جاسر بصوت مرتفع وغضب جحيمي جوهرة رحت فين ليتفاجئ بصوت مرتاجي فيه خرج من الدولاب أنا هنا فتح جاسر الدولاب لتخرج منه وترتمي في أحضاني وتبكي بإنيار وقف جاسر مصدوما من فعلها ثم بدأ قلبه يركل تلك الفتاة فجزد المرتعش يدل على خوفها الشديد قجلسها على السرير كي يتهدأ جاسر بنبر حانية على غير طبيعته يهد يا جوهرة وفاهميني هو في إيه لتقاطع وصوت لي هي دي مامي الجديدة يا بابي تفاجئ جاسر من سؤال ابنته مامي جبتي الكلام ده منين يا لين نانو كلمتني وعرفتني أن حضرتك جبتي لي يا مامي وقالت لي أن معرفش حد ابتسم لها جاسر وانحنى عليها أيوة حاببتي بس مامي تعبانا شوية تعالي أطلعك وقلتك وبعدين تبقى تعالي معا لين حضر يا باب واقتربت من جوهرة وقبلتها من خديها لتأخذها جوهرة في حضنها فهي تحتاج أن تشعر بالأمان وليس هناك أمان أكثر من حضن طفل بعيد عن خبس الكبار وحق دهب جوهرة وهي تحاول أن تهدأ من أجل تلك الطفلة حاببتي اطلعي غيري دومي وأنا أحضر الغدف سرع حاضر يا مامي وقعت الكلمة على جوهرة بمشاعر جميلة تجاه تلك الطفلة كان جاسر يشاهد في صمت ما يدور بين ابنته وزوجته استوقفته كلمة زوجته وفهي حقا زوجته شعر بلزة في نطق الكلمة بداخلها أخذ ابنته وصعد بها إلى إحبي جانبه وليد ومش فيها لعب زي قدت هناك من بكرة أجهز لك كل حاجة يلا زي الشطورة غيري دومي وأنا أنزل تحت علشان أشوف جوهرة وعرف قصة الحرامي ده حاضر يا باب تراك أجهزر ونزل إلى أسفل ليستهرب تلك الفتاة يا جوهرة وجد تقف بالمطبخ وتخرج المشتريات التي أحضرها أجهزر معهم طعب السلاجة في إعداد الطعام مفيش داعي تتعب نفسك هطلب غدا جاهز والشركة تبعت لنا طقم الخدم والحرس اليوم أنا أعدت الطفلة أن أنا أعمل لها أغاد اسمع لي مو شو الله ربنا يخليها لها كان عندها بطول تسأل عن زوجته والدة مجين لكنها خافت شفت شكل حرامي أنا سمعت سود دوشة خرقت لقيته بيدخل من البلكونة الحمد لله أنك جيت في الوقت ده لازم حراسة للأصر ولازم أعرف مين ده وعايزيه ثم تركها تكمل إعداد الطعام وصعد إلى حجرته ليجد حقيبة النقودة التي وضعها على السري اللازلت موجودة ابتسم في داخله فقد كان هذا اختبار لجوارة وعند سلمة تتصل على ذلك الشخص وقل لي أعملت إيه جسر رجع وما لحقتش نفذ الخط إيه الحظ السيء ده طب خليك متابعة لازم تنافذ اللي اتفقنا عليه أكيد بس أنا عايز حاجة تحت الحساب قل لي الرقم اللي أنت عايزه وأنا أكتب لك لك شي الشخص بضحب فلوسي أنت عارف أنا مش محتاج فلوس سلمة بقى لأ أم لا عايز إيه الشخص ليلة من ليلنا الحلوة ولا إحنا اتفقنا تنسى الأيام دي ثم إن ثم النشهاب بقى مستقر هنا في ضميات وما بقىش يسافر زي زمان يتصرفي مالش فيه سلمة إحنا كبرنا وما بقىش ينفع الكلام ده خلاص لأ أنت في نظري لسه سلمة بنت الجيران اللي حبيتها وكانت بتحبيني بس فضلت تتجاوز شاب علشان هو الأغنى وبنتنا بقت بس أرجوك إيه في الوقت وغلقت الهاتف ويتعلن ويتلعن الماضي شكلها حتى جتخلص منك أنت قبل جوهارة عندي جوهارة انت قد من تحتر الغداء وضعته بعناي وضكة وزوكة عالية على المائدة نزل جاسر على السلم ويحمل ابنته واو الأكل شكله تحف صحي أنت أنت درس يا جوهارة أيو أنا فاضل ليس أنا وأخذ بكالريوز الفنة طبكي واو واتخصصتي إيه شعرت جوهارة بتغييره في طريقة حديثه معها ولكنها ظنت إن نزلك بسبب وجود ابنته وسيعود لطبيعته فيما بعد فكان ردها على قد السؤال أنا تخصصتي في التصميم الداخلي والأساس إنبارة جاسر بها جاسر بجدية عارفة تخصصك ده ممتاز وشغلنا بيحتاج حد متخصص فيه إحنا شركتنا ومصانعنا لإنتاج الأساسي المنزلي وبنصدر منه للخارج لو بتحبي تعرض علي بعض تصميمي كل حاجة عند عمي وإنت عارف ولم تكمل وتقاطعها لين هو أنا أقعد أكل وحدي وإندو بتتكلمه دهكت جوهارة لإسلوب تلك الفتاة الشقية عندك حق تعالي جنبي تعالي ناكل سؤال وخزتها بجانبها وبدأت تطعمها بيديها وتدعبها كانت لين تأكل بشهية مفتوحة وهي سعيدة بوجودة جوهارة بعد إن أنا تلين غدائها ذهبت للتخسل يديها جاسر أنت تشغلت بلين وماكلتيش هاكل في المطبخ لما تخلصوا ليه؟ أكيد حضرتك مش عابل بوجودة معاكم بس لين شبتت فيه؟ لا جوهارة عارف إن كنت فض معاك بس أي حد في مكان كان يعمل كده عايز أعرف أكتر وأعرف كسيته كلها جوهارة وهي تنظر له باستغراب فقد تغير في حديثة وإطلاقا معها فصوته وحنون جعلها تشعر بدقات في قلبها بسبب وجود هذا إن جاسر بجانبها سنحسف إيه؟ جوهارة بسرعة بدون تفكير فيك أصدي أصدي وبعثت عن كلمات لسي صحح سرعة الرد جاسر بابتسامة الخلابة فكرت فيه إزاي يعني أحمر وجهها أحمر وشاء وبسط للأرض لتداري خجالها أصدي يعني لحضرتك تغيرت فجأة معايا وكده اقترب جاسر منها ورفع وجهها إليه ليرى وجهها عن كرب شعر بمشاعر الأول مرة يشعر بها في قلبه انطفض أمامها زي الجمال الطبيعي وحمرت الخجل التي تقصو ملامحها جاسر وهو بيقرب منها أنت مش مراطي بلا أي عدت جوهارة على شفتيها في حديثيها وقرب منها أكتر وأكتر جوهارة بقلق مما سيحدث عن إذنك هشوف لي وقامت بسرعة لتبتعد عن زلك الجاسر أخذ جاسر نفس عميك لو يحدث نفسه وبعدين معاك هتنسى كل وعودك لنفسك مفيش ستة تاني تدخل حياتك ليه لبنت دي ليه كده انت قلت فترة بعد طلقها في الوقت ده كان عايز ان هو ينفصل عنها عند شهاب شهاب قال انت بتقولي ايه يعني ايه الحرص منعين يدخلوك الفل هنية زي ما بقولك كده من بعد ما سبتك جيت على هنا لقيته منعيني بقامر من جاسر وعرفت ان هو كان هنا وخد بنته معاه واضح انه عارف اني بجدب عليه لما قلت له اني معالي شهاب طب قفل اما اشوف هنتصرف ازاي واغلك الهايتي في شهاب يا طرق اخدت بنتك ليه جاسر معقول ناو تستقر في دمياط كده هنية اصبحت كارت محروق كنت من خلالها بعرف اخبارك كده مفيش حد قدامي غير جميلة دي الجميلات جوهرة هي الكلة الرابح ليا اما انت يا صهر وتغيرك معايا فده مش هعدي لك بأي تمن لازم اكمل التمثيل ايه والكذبان اللي يضحك في الايخ ليرينها تفهم مرة اخرى وكان المتصل خاله احمد مصباح شهاب ازايك يا خاله عاش من سمع صوتك احمد اغبارك يا شهاب وعمليه بمع خطبتك شهاب انا كويس لكن خطبتي احمد بخضة ما لها صهر في حاجة حصلت بينكو لاحظ شهاب خضت خاله عليها شهاب نفسي اعرف حضرتك مهتم لامر استقصب مع انها بنت تفه انا اسمعت كلامك واتغطتها مع انها ما تستهلش واحد زي مش زنبها انها تربط مع الناس دور انا عايزك تتجوزها في قرب وقت وهتعرف السبب بعدين يا بي شهاب لا ما انا كده احترت اكتر ولازم اعرف هو في ايه وليه البنت دي بالذات اللي مصمم عليها ان نتجوزها لان البنت دي تبقى وخلص بحكايتنا هنا واتمنى ان هي تكون عجبتكم وطبعا لو عايزين الفصل التاني كتبوا انه في التعليقات وما تنسوش اللايك بالاشتراك وكتاب يا رزال الكل علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته